شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كهل المواطنين لسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مديرة صندوق النقد الدولي كريستانينا جورجيبا كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصاب العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسارهم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كريستانينا جورجيبا مديرة عام صندوق النقد الدولي والوفد رفع المستوى المرافق لها وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التغطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد أحمد كوجوك وزير المالية صرح سفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم بالشراكة مع الصندوق حيث أهرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم مشيرا إلى ضرورة امرعات المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإرادات الموازنة ومشددا أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كهل المواطنين لا سيمة من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار مع استمرار جهود جزب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو من جانبها أعربت السيدة جورجيفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمات الأولويات مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الاقتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الاقتماني وتزايد الاستثمارات أكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفاهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الأقليمية والدولية منوهة إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعد ذات الصلة وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتعزيز جهود النمو والتنمية المدفوعة بالأساس بنمو القطع الخاص مؤكدة اتفاق الصندوق التم مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ولواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق حيث طلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويتم إعداده بالتنسيق بين جهات الدولة كفة حيث تمت في هذا الإطار مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق وسبل تنمية موارده وتطوير أليات إدارته بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بالاستمرار في التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق أهداف الصندوق والتيسير على المستفيدين كما وجه السيادته بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان للمستفيدين من الصندوق من المدنيين من أسر الضحايا والمصابين في الحوادث الإرهابية غير الخاضعين للتأمين الصحي وذلك بالتنسيق بين الحكومة والصندوق مشددا على أن الوطن لا ولن ينسى تضحيات أبنائه المخلصين ويحرص على تقديم تكريم اللائق للشهداء والمصابين ممن وهبوا حياتهم لمصر وشعبها